ضيفي الآن هو الأستاذ الدكتور عبدالله المغازي وأستاذ القانون الدستوري عضو مجلس النواب السابق أهلا وسهلا دكتور عبدالله أهلا بي سعيد أن أنا موجود مع حضرتك ده الشرف لي يا فانت كتير من ضيوفي ومن الناس بتفسر هذا الإقبال الجماهيري على أن الناس حسد بمسئولية تجاه البلد الناس خايفة على البلد بسبب أحداث غزة ولكن وإحنا بندردش حضرتك كان ليت زاوية أخرى قراءة أخرى لنزول هذا العدد الكبير ده حي يعني أنا بحكم موقع المسئولية وأنا كنت أشرف أن أنا كمعاون رئيس مجلس وزراء كنت بدأنا بال76 قرية الأقصر احتياجا ده بقرار من سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وأيضا سيد رئيس مجلس الوزراء أنا زاك المهندس إبراهيم محلي فابتدينا بأن فيه كرة عمرها لا شافت أي بنية تحتية خالص لا مية ولا قهربة ده كان فيه مية شرب ولا غز ولا قهربة ولا أي حاجة من أيام الفراعنة ما حدش أرب لهم ده حقيقي وده باعتراف الدولة نفسها فابتدينا بمشروع 76 قرية الأقصر احتياجا نجح المشروع بالفعل ابتدى يتم التوسع إلى أن أنشئت حياة كريمة حياة كريمة ده حضراتكم مشكورين بتغطوا هذا الكلام بنشوف كرة وبنشوف ردود الأفعال الأول مرة ده أنا مش بقدم بقى مية وغاز وكهربة وتليفونات لا ده أنا بقدم وحدات صحية سجل مدني حياة مختلفة تماما كان في بعض الناس عشان يقدر يروح وحدة صحية أو يقدر يروح سجل مدني كان بيضطر يروح عاصمة المحافظة يسافر البندر وعلى فكرة جوه بعض المحافظات يا خير بيه سافر بمعنى الكلمة ممكن تسافر حضرتك محافظة زي البحيرة دي انت عشان تسافر من قرية إلى ضمنهور مثلا ممكن تقعد ساعة ونص ساعتين لأن الطرق برضو ما كانتش ممحدة أنا ذاك فأنا بتحدث عن مجموعة ناس لم نكن نحن كدولة مصرية على أجندتهم لأن هما ما كانوش على أجندتنا فأصبحت الدولة المصرية تضع المصريين والقرى الأكثر احتياجا ثم تطورت لقرى أكثر وأكثر وأكثر إلى أن وصلنا إلى أن الناس بدأت تشعر لا في دولة وهذه الدولة تشعر بنا وبالتالي نحن أصبحنا على أجندة هذه الدولة فبديه جدا جزء من المشهد اللي احنا شايفينه هو رد الجميل للدولة أنا بيتحدث على الدولة المصرية فبالتالي ده حقيقي لا ده حقيقي فعلا أن فيه رد يعني جزء من الناس اللي نازلة نازلة تقول شكرا وعلى فكرة ده الجزء الأكبر أه ليه هقول لحضرتك ليه يعني خلينا نقول آه إحنا نشعر بالقضايا الوطنية والقضايا العربية مما لا شك فيه ولكن فيه ناس لا نجهل هذا عشان ولا نتغافل أنه لا علاقة لهم بالسياسة المطلقة وممكن يكونوا ما بيشاهدوش التلفزيون الأصل تمام وممكن آه بيتعاطف لكن مش يعني هو ده محور الرئيس الاهتمام خلينا نكون وقعيين الناس البسطاء محور حياتهم هي لؤمة العيش الأشياء البديهية يعني الأم اللي هي كانت بتضطر تاخد جيركن أو تاخد حاجة عشان مسافات كبيرة جدا أو تدفع تمن المياه اللي هو بتجيلها المشاهد اللي كنا بنشوف المشاهد تغسل في الترعة مرافع ليك فلما آجي أنا أوفر لهذه السيدة و لهذا الرجل وسائل الحياة الأساسية لا هو ده الأهم عنده خلينا نكون وقعيين بقى طبعا عشان نكون صرحة هي دي السياسة بالنسبال هي دي السياسة ولذلك أنا تملي بقول أن البرنامج الرئيسي لأي مرشح رئاسي هي لؤمة ليش اللي هي إزاي أنا أرفع مستوى معيش وهو على فكرة ده اللي احنا بنشاهده فيه الانتخابات الغربية طبعا الدغدغة بتاعي أنا هخفض لك الضرائب أنا هوفض لك إيه صحيا أنا هعلي المرتبات هو لازم مستوى معيشة الفرد هو محور الرئيسي لأي انتخابات وبالتالي القضايا الثانية طبعا القضايا مهمة بس ما تقوليش يعني أنا هنزل لا وأنا جعان ما تنقشنيش في حاجة ما تنقشنيش في أي حاجة وأنا مريض ما تنقشنيش في حاجة ده حي عشان كده أنا شايف أن النظر الأولى من وجهة نظري أو محور أساسي أن الدولة المصرية أصبحت تضع المهمشين في الكثير من النجوع والقرة على أجندتها فكان هذا هو رد الجميل لإني بص الفئات اللي هي موجودة نتحدث عن المرأة الشباب وعلى فكرة لأول مرة خير بيه من التاسعة صباحا في أول يوم نشهد الشباب وعلى فكرة أغلبهم ممكن يكون من الشباب العاملين من الشباب اللي موجودين في الخرى وطلاب الجماعات طالعين في مسيرات وأنا مبسوط بيهم جدا 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 لإني ده شيء مشرف لإني برضو الدولة المصرية ده مستقبل مصر وضعت يوم للشباب عام الشباب عام المرأة المصرية عام زوج القدرات الخاصة ودي برضو حتة تانية لازم نتكلم فيها لإني وأنا بتحدث هنا بقى كأساس قانون نحن بنتحدث عن القرامة الإنسانية لأول مرة نتحدث على أن أصحاب الهمم وأصحاب القدرات الخاصة يتم وضعهم في الاعتبار وأنا بشكر طبعا الهيئة الوطنية الانتخابات يعني كان زمان انت لو شخص كفيف أو كده لا لازم حد هو اللي يختار له أو يعمله ده ده تعملنا بطريق برايل هو ده بقى حتى برضو اللي عندهم مشاكل في النواحي السامعية برضو نفس الكلام في مخاطبات خاص دي أنا بتحدث عن التطبيق العملي التطبيق العملي لمواد الدستور والقانون على أرض الواقع هو ده اللي بتدت تعمله الدولة المصرية عندي ملاحظة كمان مش عارف يعني هي تستحقها أن تذكر ولا لا ظهور اللي جان بعدم وجود كثافة أمنية ده حيث يعني ودي قدرات خاصة على فكرة تعال بقى نتكلم في محور تاني هام جدا وهو برضو دي ظاهر عشان كده أنا بقول إحنا بنعتبر لهذه الانتخابات هي الحجر الأساس لفكرة التحول الديمقراطي السليم أنا متفق معاك على فكرة أنا بنمبرح قاعدة أقول دي نقطة بداية جديدة طبعا طبعا أنت الأول الجمهورية جديدة بجد لا بجد المرة دي إحنا بنتكلم بجد في عندنا حجر في لابنة أولى هنبتدي نبني عليها لأن المرة دي أنا بتحدث عن فكرة حيادية مؤسسات الدولة ابتدت بالشركة المتحدة مشكورة وأنا أنا بحيي شركة المتحدة وبحيي إدارتها لسبب لأن الشركة المتحدة لما نجح تجربتها الأولى وهو وضع لكل المرشحين الأربعة دقائق وتخطية للمرشحين الأربعة بمؤتمراتهم بلقائتهم الجمهورية ما اكتفتش بدا ده ابتدت تغطي كمان أيام الانتخابات ودي ما كانتش ممكن تكون محطوطة في أول البرنامج المرة دي بقنا نشوف المرشح ويقولك أنا النهاردة ورايح أربع لجان ويقولوا آه ده رايح أربع لجان الله احنا بنتحدث عن حيادية إعلامية راقية جدا وعلى فكرة